من فترة ان طلب مني اعمل البرزنتيشن إلو علاقة بالعمارة والرسم المعماري وكانت الفئة المستهدفة ما هنالنستخصصيين أو إلو علاقة بشكل مباشر بهذا الموضوع وكان بدي أحكي من خلال البرزنتيشن ليش الرسم المعماري مهم وليه أنا من خلال الألم والورقة بحس نوصل أفكاري وليه هي المهارة كثير مهمة بالنسبة للمعماري وغير المعماري وصراحة لقيت إنه هذا الموضوع جدا مهم لازم يعرف قيمة الشري بنا نتعلمه حتى يسهل علينا الموضوع اللي بنا نتعلمه لهيق قررت نعيد البرزنتيشن وأرضي لكوني هون عن القناة لحتى نستفيد منه بشكل أكبر ورغم إنه كان في بعض الأجوي ببالي من وقت بدأت أتعلم الرسم المعماري وحتى وقت بدأت بالقناة وبالمحتوى بالكورسات لكن قررت إنه فعلا أبحث أكثر وأقرأ عن الموضوع وبدأت أبحث عن نت إنه ليه الرسم المعماري مهم وقرأت عدة مقالات وعدت ناس معماريين مشهورين حاكين عن الرسم ليش هاد الرسم مهم وليش الرسم المعماري بعده مهم ونحلى بعصر التكنولوجيا مثل ما بيقوله بزمن البرامج الرقامية والهندسية والريفت والأتوكاد والماكس وهي البرامج كله اللي بنعرفه ليش بعده متماسكين بهي الأداة لهيق موضوع اللي برزنتيشن حيكون عن هذا السؤال ليش الرسم المعماري مهم وبقصد بهد اللي برزنتيشن موضوع اللي سكتش بالذات من خلال المقالات والفيديوهات اللي شفتها لقيت كتير ناس حاكي وكتير في أسباب بالمقام الأول للرسم هو لغة التواصل لغة التواصل بينك معماريين بيني وبين شركاء اللي عم يشتغلوا معي بالمشروع وبيني وبين الدكتور أو المعيد بالجامعة أو حتى بيني وبين اللزبون أو العميل مستقبلا فهي لغة التواصل قوية جدا بالنسبة إنك معماريين وتعتبر هي اللغة الأساسية بالنسبة إنك يعني بإلك لا تكتب لي جريدة وتعود تحكي لي ساعة في فكرتك بالمشروع ورجيني سكتش بحسن أفهم عليك بشكل أسرع وهي تعتبر من أهم ميزات الإسكتش المعماري وبرأيي لازم الإعمار يتمكن من الحد الأدنى من هذا الموضوع الذات إنه يحسن فعلاً يوصل أفكاره ويعبر عن أفكاره سواء للزبون أو المعيد أو الدكتور أو حتى للشريكه بالمشروع نفسه أقل شي يكون في عندك حد أدنى تحسن من خلال تعبر عن أفكارك مشكلة إذا فعلاً ما حسن تعبرنا أفكاري وأنا قاعد قدام اللزبون ما حسن توصله الفكرة اللي ببالي النطط الثاني اللي برأيي كثير مهمة بموضوع الرسم المعماري هو استرعب الإنجاز الوقت اللي بياخده الرسم اليدوي لا يقارن بالوقت اللي بتاخده البرامج الهندسية طبعاً أنا هون ما عم أفصل أو قول أن الرسم اليدوي هو الأساس أو هو شي ضروري لكن المشروع ما بيمر بمرحلة وحدة المشروع بيبدأ من مرحلة التفكير خلق الفكرة مرحلة المناقشة المرحلة النهائية هي اللي بتكون مرحلة الشغلة بدقة والرندر وهي الأمور اللي بنعرفها أنا هون ما عم أم في أنه البرامج فعلاً مهمة لكن بنفس الوقت أنا عم أثبت أنه الرسم اليدوي أيضاً مهم وحتى بعصر التكنولوجيا يعطيني وراء وألم وعطي أحسن واحد برنامج هندسي يحسن اشتغل عليه أكيد أنا حكون أسرع أني عبر عن أفكاري وحتى حيساعدني بالتصميم وهذا بيأخدنا للنقطة التالتة اللي كثير مهمة وأنه الرسم المعماري فعلاً بدخل بعملية التصميم بصلب عملية التصميم وصراحة هون في سر رهيب جداً كثير مننا فعلاً بخاق من الورقة وقت تكون فاضية وبيمسك الورقة وبيمسك المشروع من بدايته بحس بمقدر من الخوف وهي حالة أغلبنا بيعاني منها وحتى المعمارين الكبار كانوا يوصفوا وهي الحالة شعور أنه أنا ما ليعرفان من وين أبدأ لكن مجرد ما تمسك ورقة وألم وتبلش ترسم أول خط وتاني خط غالباً هتلاقي أنه الأفكار بلش تطلع بمخيلتك أكتر وحتلاقي أنه صار عندك إدراك للمشروع بحث ذاته بالبداية ما كنت متخيل كمية المقياسات الفراغات الأمور اللي بدأت تصممها بس تمسك ورقة وألم واحتكاك الألم مع الورقة فهذا بيخليك تفوت بعملية التصميم أكتر وهذا الشيء عن تجربة شخصية وفي جزء كبير منكم أكيد بيكون حس بهذا الموضوع هو عم يشتغل بشاريعه بالجامع لهيك الرسم ما هو عبارة فقط عن وسيلة هو أيام بيكون شيء أساسي بعملية التصميم نفسه وبعيدا عن هذا الموضوع حتى نوع الرسم اللي بنقول عليه الأوربان سكيتش اللي هو رسم الواقع أو الرسم المدني كمان هذا يعتبر من الأنواع اللي كتير مهمة بموضوع الرسم وخاصة أنه بيخليك تدرك تفاصيل أنت ما بتدركها بالعادة إذا ما رسمت أنت وتعم ترسم بالتفاصيل تبع البناء فأنت هنا تتخيل تصاميم بجزء ما كنت حتتدركها لو ما اشتغلت هاي التفاصيل بالذات اختيارك لأماكن اللقطات والكاميرات اللي بتاخد منها لقطات المنظور هذا كمان بيقوي عندك عملية التفكير بشكل أكبر والسبب الرابع اللي بيخلي رسم المعماري جدا مهم هو أنه في لمسة إبداعية خاصة بكل مهندس أو كل معماري أو حتى كل شخص بيستعمل هاي المهارة رغم أن البرامج الهندسية أيام فعلا بيكون في إبداع من شخص لتاني لكن كتير من الناس بتلاقي المحتوى بيطلع نفسه والمنتج بيطلع نفسه هذا الشي غالبا ما بتلاقيه بالرسم المعماري أو السكيتش قد ما كان في عندك ناس وعم بتعلموا بنفس الأسلوب غالبا هتلاقي كل شخص طلع بأسلوب مختلف وهذا الشي عايشته عن تجربة بموضوع الكورسات أيام بيكون عندي 100 طالب بالكورس لكن بتلاقي بيطلع بنهاية عندك 100 أسلوب مختلف والموضوع ما له مبالغة فعلا هذا الشي بتلاقيه عن كل معماري وكنصيحة سريعة وخاصة للطلاب الجدد سنة أولى التانية أو الناس اللي من جديد يتعلمت هاي المهارة أو عم تتعلمها بعدها نصيحة لا تقول فورا أنه هذا الأسلوب تبعي وهذا الأسلوب أنا لقيته أفضل حاولت تتعلم بالبداية عدة أسلوب أما أسلوبك الخاص في بيطلع الحال وحتى منهم ما تحس وبرأيه من الأشياء المهمة وصراحة بيستمتع فيها جدا إنه السكتش بيخليك تحكي قصص وتنقل الشعور من مكان معين أو من المدينة تنقل أصوات الناس بالمدينة من خلال السكتش وهذا الشي حاولت صراحة أشتغل عليه الفترة الماضية وخاصر نهاية 2021 رغم إنه ما عم أرسم أنا بشكل دقيق جدا لكن فعلا أنت من خلال السكتش أيام بتنقل أشياء أفضل من الكلام وبالنهاية مثل ما حكينا بالسبب الأول إنه هي لغة التواصل في كتير من الناس ما حتى تفهم علينا على الأمور المشتغلة والبلانات والمصائد والموقع العام وهي الأمور كلها لهيك وجود طريقة أو آلية للرسم تكون سيرة تواصل بيني وبين الناس اللي ما لون علاقة بهذا المجال فبرأيه هي نقطة مهمة ممكن الواحد فعلا يستفيد منه وحتى بعيدا على التصميم نفسه هذا الشي بيخليك دوما عم تمارس موضوع الرسم ومثل ما حكيت بيخليك تفوت بتفاصيل المدينة اللي أنت غالبا ما كتير كنت حتنتبه لها من دون الرسم والسبب الأخير وهذا برأيه كتير مهم وتركته للأخير لأنه كتير ناس بتشكي من هذا الموضوع إنه أنا ما عندي مهارة السكتش وما لي موهم بهالموضوع وصراحة عندي كتير تعقيم وكلام على هذا الموضوع لكن هاكتفي بعض الجمل الرسم صراحة من المهارات المكتسبة ما بنكر أنه في ناس بيجوز رب العالمين أعطاهم موهبة وهقبون هاي المهارة لكن الجزء الأغلب بهاي المهارة بيعتمد فعلا على الممارسة والتعلم وكثير من الناس اللي بيرسموا رسم خارج العمارة غالبا هادي الرسم مختلف عن الرسم المعماري اللي نحنا بدنا يعني وعن تجربة شخصية وخاصة إذا عم تشوف هذا المحتوى أنا من الناس اللي ما كنت معرف أرسم وما يعتبر إلي زمن طويل بالرسم الموضوع البساطة بيحتاج لممارسة لكن حسب المنهجية اللي أنت بتمشي عليها يا أما بتطول هادي الوقت اللي تكتسب هاي المهارة أو بيكون الوقت أقل هاي بعض الأسباب اللي أنا لقيتها جدا مهمة بموضوع الرسم المعماري وأكيد في كتير أسباب تانية وبجسي أكيد سلبية في الموضوع ما بيخلع وبالنهاية ما هو موضوع مقارنة بين رسم يدوي ورسم رقمي مثل ما كتير ناس بتتخيل المهارتين لابد منهم والموضوعين أساسيين وبرأي ما ممكن نستغني عن شي مقابل شي تاني لكن أنا عمركز على الرسم المعماري كونه هذا السؤال صار كتير مطروح هل الرسم المعماري فعلا انقرض وخاصة مع وجوده التكنولوجيا والبرامج الهندسية والسبب الثاني إنه هذا المحتوى الأساسي اللي عم نشتغل فيه وبعرف في ناس فعلا عم تشتغل معنا على السكتشات والمبادرات اللي عم نساوية لكن هذا السؤال مهم وهذا السؤال بيساعدني وبيساعدكم أكتر وقت نعرف قيمة الشي اللي بنا نتعلمه هذا الشي بيوفر علينا كتير وحتى بيساعدنا وبيعطينا قوة أكتر لنا نتعلم هاي المهارة نفسه وإذا حتى عنده أي مداخلة أو أسباب تانية غير اللي حكيتها ممكن نكتبها بالتعليقات شكرا على المشاهدة والسلام عليكم